يقول الرئيس دونالد ترامب أن العودة إلى المدارس يجب أن تحدث في أقرب وقت ممكن لأن إعادة فتح الاقتصاد في البلاد تحقق نتائج جيدة وأن الأطفال في المدارس والطلبة في الجامعات هم من الفئات العمرية الجيدة الصحة والتي لا تعاني تهديدا مباشرا من فيروس كورونا كما هو الحال مع كبار السن من أصحاب الحالات الصحية الخاصة لا يمكن اعتبار فتح البلاد قائما من غير فتح المدارس خاصة وأن للفيروس تأثير محدود على الشباب لذلك على حكام الولايات النظر في هذه المسألة لأن الولايات لا يمكن أن تكون مفتوحة والمدارس مغلقة تأكيد الرئيس ترامب جاء في عقاب تلك الشهادة التي أدل بها الدكتور أنتوني فارتشي أمام نواب الكوندرس والتي حذر فيها من أن إعادة فتح غير مدروسة سوف تؤدي إلى أرقام كبيرة جديدة في الإصابات والوفيات خاصة فيما يتعلق بأطفال المدارس وطلبة الجامعات حتى مع هذه السرعة الكبيرة التي نتحرك بها حاليا إلا أننا لا نزال بعيدين عن الجزم بأنه سيكون بإمكان الطلبة العودة إلى المدارس بأمان في ظل الظروف الحالية هذه التطورات تتزامن مع قرارات سابقة أعلنتها أغلب الولايات الأمريكية بإنهاء الموسم الدراسي والجامعي الحالي وإكمال ما تبقى منه من خلال طريقة تقنية التعليم عن بعد بواسطته الأنترنت لكن حتى هذا الخيار واجه تعقيدات بسبب عاجز عائلات أمريكية على دفع فواتير الأنترنت نتيجة لتوقفهم عن العمل أو إغلاق أعمالهم هناك جدل في كل العالم حول معضلة يتداخل فيها الجانب الأخلاقي والجانب السياسي وهي المفاضلة أو التريد أوف بين إنعاش الاقتصاد ورفع القيود وإعادة الحياة إلى العملية الاقتصادية هناك رأي آخر يقول أن التحدي ليس في عودة قريبة إلى المدارس إنما يتعلق بذلك الشكل والوضع الذي سوف تكون عليه المدارس الأمريكية مطلع الخريفة القادم خاصة إذا تأكدت تلك المخاوف التي تقول أن هناك موجة تانية متوقعة للفيروس مع مطلع الخريفة القادم وخلال الشتاء المقبل حينها سوف تكون المدارس الأمريكية أمام تحدي يتعلق بالشكل والمضمون أيضا رابح فلالي الحرة واشنطن